المشهد الإعلامي في مصر يثير جدلاً واسعاً على جميع المستويات خصوصاً بعدما شهدت القنوات الفضائية ما سمية بإعادة الهيكلة التي تضمنت نقل ملكية عدد من الشبكات التلفزيونية الشهيرة إلى شركة واحدة يقول البعض أنها محسوبة على الدولة كما تم غلق قنوات ذات تاريخ وفتح قنوات جديدة وتسريح عاملين واستقدام وافدين جدد إلى المجال هذا المجال دفع بعض العاملين في مجال الإعلام إلى انتقاد تعامل النظام مع هذا الملف بينما لجأ آخرون إلى منصات الفيديو الشهيرة لتقديم برامج على الفضاء الإلكتروني كبديل للتلفزيون في هذه الفقرة أتحدث مع ضيفي مقدم البرامج المعروف في مصر والصحفي جابر القرموتي الذي قدم مؤخراً برنامجاً على يوتيوب باسم الباش جابر أهلاً بحضرتك أهلاً بك ليه تجهت من شاشات التلفزيون إلى المنصات الإلكترونية؟ أنا بحب شوية أخرج بره الصندوق يعني في شوية يعني عادة هيكلة للدماغ شوية بتاعتنا فقلت أجرب شوية اليوتيوب اليوتيوب طب كنت صاحب قرار اللي بتاعدي عن الشاشة أو أنت أجبرت عليه؟ لا أيا مش إجبار أو بمعنى آخر نفذت القرار؟ لا مش يعني محدش أقلمشي يعني بس هي المناخي العام كده بس أنت كان ليك عقد لغاية أكتوبر والعقد خلص لم يجدد؟ لا هو للأمانة برضو عقد لحد فبراير الجاية مش أكتوبر ومين بلغك بقرار أنك مقتلت العتالي؟ دي القناة لا القناة وقفت التعامل؟ آه كان فيه مشكلة مالية فقالوا أنه يعني نحن مش هنقدر نكمل مالياً لحد فبراير وتم فسخ التعاقد؟ آه مش فسخه يعني انتهاءه؟ طب ماذا عن المسألة؟ لطيفاً المسألة؟ مادياً طيب عملته إزاي؟ آه لا والحقيقة أنا بشكرهم يعني كويس إن احنا موجودين دلوقت يعني هم أعملنا إعادة هيكلة للفلوس فالحد دلوقتي يعني ها يعني المشكلة مدية بالأساس يا أستاذ جابر من خروجك من النهار من النهار طيب ليه برنامج الباش جابر اللي حضرتك أطلقته على منصة اليوتيوب توقف بعد أول حلقة وتم حذف أول حلقة من حلقات البعض آه هي برضو أنا مش عايز أخليها يعني إن أنا مناضل ومشاكس أنا ما قلتش إنك مناضل لا 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 يعني مش عايز أوصلها لكده لكن هي الفكرة إنه ممكن تكون متخدميتش كويس قوي فمنتظرين تطلع خمستاشر واحد طيب ليه تم الحذف الحلقة؟ آه يعني هو نوع مسألة تقنية بحتة يعني مش ملاش دخل بأي حد يعني يعني لم يطلب منك يعني؟ لا خالص اطلقت حذرت طلعت الحلقة ورحت مرجعها تاني أو حذفتها؟ الفكرة إنه يعني معبرتش عن اللي إحنا كنا عايزينه فمجرد إنها طلعت في ناس محترفة بقى شافت الموضوع بعين أخرى يعني فقالت لأ محتاجة شوية اعتناء فقعدها لها يكالة بولا حذرتك قلت إن وقف البرنامج لأسباب لا علاقة لها بالتمويل ولا بالسياسة آه لا علاقة بالتمويل ولا بالسياسة؟ فنوس قلتش ولا بالسياسة؟ لا أنا بقول إن البرنامج بوقف القناة بلغيتني إنه يعني المسألة المالية صعبة شوية في القناة مهدل حذرتك قيلوك؟ آه آه لي علاقة بالتمويل إنما ملوش؟ لا ملوش علاقة بالسياسة ولا طلب منك حسفة حلقة برنامج اللي على اليوتيوب أوكي آه طب ما البعض برضو سأل طب حدرتك ليه ما سبتش الحلقة الأولى؟ حتى من باب التجربة مع مش كل التجرب الأولى بتكون ناجحة طب ليه ما سبتش الحلقة الأولى على اليوتيوب وأطلقت بعد كده في 15 واحد بقي الحلقات؟ عندك حالة أنا غلطة لا لا أنا عايزة تفسير من حضرتك يعني ده التساؤل لا أنا غلطة أنا غلطة فعلا هي يعني سوق تقديم حضرتك دايماً بتظهر في برامجك بتقدم الموضوعات الاجتماعية السياسية بشكل ساخر هل سبب وقف البرامج أنك بتقدم ده بشكل ساخر؟ هل السخرية هي سبب الوقف؟ الحقيقة أنا مش بلغت لكن بعض رؤساء القنوات اللي أنا اشتغلت فيها امتعدوا شوية من فكرة الخروج برا الصدوق اللي أنا بعملها في البداية دي هل يديق صدر النظام بالسخرية؟ آه أو من يدير الإعلام؟ آه ممكن أو مديرين القنوات؟ آه ممكن القنوات آه القناة القناة نفسيها ممكن تكون يعني ليها وجهة نظر في حاجة معينة فما بممشيش الأمور كما ينبغى أن يكون يعني لكن أنا ما خرجت من قون تيفي لحقيقة يعني الدنيا بالنسبالي كانت هدة جملة بعد ما خرجت من قون تيفي؟ أوه خرجت من قون تيفي لي بعد باعها؟ ما عرفش والله أنا كنت ماسك في قون تيفي دي عامل زي بيتك محمد أبوسويلا في بيتك الأولين؟ محمد أبوسويلا في الأرض الأرض لو عاد شاء أنا نرويها بديمان أول زهور ديك على شدة بيتك في البيتر بتاع القلاة فيش فاي طب ليه؟ ليه حضرتك تركتها؟ والله ما عرف لأ هم يعني للإدارة الجديدة؟ آه الإدارة الجديدة أبلغتني أنه فيه تخفيض للراتب كبير وأنه هم مش حابين البرنامج بالطريقة دي وأنه فقولت له ما تكملش خلاص السلام عليكم الملك الرئيسي كان نجيب سويروس هل تحدثت معه قبل بيع القناة أو بعدها؟ بعدها لا ما كانش نجيب قبل بيع القناة كان نجيب سوير أسوال مالك؟ قبل بيع القناة لا بالعكس أولا نجيب في البداية خالص أول ما اشتغلت في ON TV هو ما كانش عايزنا بقى مزيعا كان رافضة بقى مزيعا وبعدين بعد كده يعني ألبيرت شفيق أقنع قال له لا ده هيجي منه قال له العرفه من زمان ده مش فالمهم يعني مشك المسألة الحمدلله لكن نجيب من أميز الحاجات اللي فيها لا يعني تحدثت معاه ما تكلمتش معاه يعني خرجت من القناة في صمت والله يا أستاذة أنا عمري ما تكلمت نجيب سوير أسوانة في القناة حضرتك كتبت مقال عن البحث عن فرصة عمل في سن الثالثة والخمسين في مجال الإعلام صحيح هل أغلقت كل فرص العمل أمامك على الشاشة؟ آه أنا حاولت أروح كم قناة ما فيش فرصة ليه؟ معرفش طب حضرتك مش ملاحظ إن دي يعني حالة غريبة بتصيب بالإعلاميين ممكن الكبار مش اسم حضرتك فقط اللي اختفى من على شاشة التليفزيونات ولكن أسماء أخرى هل في مبرر؟ هل في سبب؟ يعني البعض فسرها لي بأنه وانتوا لما جيتوا تشتغلوا مهو كان فيه برضو مزعون كبار وانتوا حليتوا مكانهم فهي مسألة إحلال وتجديد البعض قال كده والبعض برضو قاله يعني استاذنا العظيم الراحل الكبير الحمد أندير ما كان شغال ويعني هل نقول إن الحمد أندير ما كانش لقى فرصة عمل؟ لا يعني البعض شايف إن أنا أفوارت الدنيا شوية لما كتبت المقال بس الحقيقة أنا كاتب المقال وأنا ضميري مرتاح ليه أفوارت الدنيا؟ ليه البعض شايف إن حضرتك أفوارت الدنيا؟ يعني إيه تبحث عن فرصة عمل في واحد يطلع يكتب يتبحث عن فرصة عمل ده معنى أن أغلقت أمامك جميع الأبواب؟ القنوات القنوات نعم القنوات أه لكن في أبواب تاني في أبواب تاني أبواب اليوتيوب؟ جميلة جدا يعني أنا مرتاح هل مكلفة أستاذ جابر؟ جدا يعني تكلفة أول حلقة كانت فيه؟ أفراد أه مية واحد ألف جنيه على عشان أطلع على الحلقة الأولى بروفات وبتاع وكتاب وحزفتها بسهولة كده؟ من غير أي حاجة أنا بتدرب بقى بتعلم أصلاً مية واحد دي ما لازم 200 ألف مية واحد دي ما أنا ما بفعش الكسور معي فأصرفت مية واحد ألف لازم يصله 200 ألف يعني 15 واحد الجاي هتطلع بقناة تانية هل خدت ليها موافقات؟ ولا من حقك أنك تطلب قناة؟ لا لا من حقك ما خدش موافقات؟ هو الحقيقة بس يعني برضي أقولك على حاجة أنا عمري في حياتي لا حد أن نعمل حاجة ولا خدت موافقات من حد حضرتك أسست برنامج منشات على قناة ON TV البرنامج لازال يقدم حتى الآن على نفس القناة بس القناة اسمها ON E إيه رأيك فيما يقدم الآن على برنامج وعلى منشات؟ لا ربنا يوفق كل واحد بس ده حاجة وده حاجة ده حاجة الأستاذ جلال دي يدار ربنا يديه الصحة وطلط العالم كثب ثلاث مقلات في صحيفة الأخبار اسمها خلطة الأرموتي شايف إن هو ده الرط بتحزن أخص سجابر؟ جدا بتحزن؟ جدا أصانت عبت جدا وبعدين أنا ما جيت أمشي من القناة ما أعتقدش إن حد كان بيقول على برنامج أي حاجة وبعدين أنا ما أعلمتش حابي غلط بالعكس يعني ما أنا أطلب مثلا إن أحل مشاكل هل كل النظام الإعلاميين الخاصين بي؟ بمعنى يعني كل النظام ليه الإعلاميين؟ ليه الصحفيين بتوعه؟ طبعا حالة حسبت على نظام مبارك؟ طبعا طبعا حالة حسبت على نجيب سويرس؟ طبعا 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 خلي حدي يمسيك لي حاجة حسبت علي فيها أنا بكيت على مبارك ولو أتكرر مبارك هابك علي تاني المشهد المشهد نفسه اللي هو أعيش في مصر وأموت في مصر المشهد ده لو أتكرر لقيني أنا أتربيت في وقت إنه قمت لقيت مبارك في السياسة أول ما أقول تأليف بالسياسة لقيت مبارك إذن اتحسبت على النظام؟ لا خالص طبعا أنا محسب على النظام رئيس عفة تحسيسي؟ لا خالص أنا بحب الناس اللي موجودين هل معنا كده أن أنا محسب على النظام؟ لا أنا محسب أنا ابن الدولة محب أقول لها كلمة دي أنا ابن الدولة مش ابن أنظمة يعني النظام مروش أعلى مين خاصين به؟ وده الجزء اللي الرئيس كل مرة بيطلع أتكلم في الإعلام لو في حد بيعبر عن النظام هيطلع رئيس الجمهورية كل فترة هيتكلم عن الإعلام وضرورة إحداث التوازن وضرورة توصيل الفكرة وضرورة طبعا إيه رأي في إغلاق عدد القنوات مؤخرا؟ لا مش مريح يعني مش مبسوط منه لأنه تسريح الشباب سواء في سنة التلاتينات والأربعينات أه طبعا أه طبعا كمان أنك لما يكون يعني مثلا على سبيل المثال أنا بسمع أنه قناة زي سي بي سي تتقفل أنا من القنوات أنا بسمع لكن لو تقفلت حزين جدا جدا من يعطي قرار الإغلاق من وجهة نظرك أستاذ جديد؟ أه 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 يعني أكيد المعلومة عندك مين اللي بيدي قرار الإغلاق؟ أولا عشان المعلومة عندي مشوشة ما معرفش مين يعني مثلا أنا أما واحد زي محمد هاني يقعد في البيت مش صح محمد هاني ومجموعة الإعلاميين وشبابه رأيش قنوات سي بي سي واحد من الإكفاء في مصر في الإعلام من أول بيت بيتك لحد النهاردة يقعد في البيت ليه؟ ما معرفش مين اللي قاله يقعد في البيت ولا هو أحد لوحد ولا هو مل ولا هو سائم ولا هو ما معرفش بس في حاجات في المشهد مش مراحة كاريكاتير المصري اليوم النهاردة قال كتب عبارة أنا عارف أن أحدك من متابعين الجرائب بشكل يومي يعني فكان فيه في المصري اليوم كاتبين تلفزيون وكاتبين ما يقدم من أخصائي تدبيس معدى تخسيس وأيزابة دهون هل هو ده شكل الصحافة التلفزيونية اللي بتقدم حاليا في مصر؟ لا ده هو متاخد كده بصورة ما على الكلام اللي قاله الرئيس أول إمبارا اللي هو فكرة السمنة والناس اللي تبخاني وحاجات كده إسقاط يعني على كلام الرئيس لا مش إسقاط هو يعني شايف إن ده اللي موجود دلوقتي بس هو يعني أنا برضو يعني للأمانة يعني أنا تعبت من برامج الأكل اللي في التلفزيون بصراحة أو الله تعبت منها جدا طيجت أنا مش عارف نزي بجيب فلس دي بجيب درجة إنك نزلت في الوزن يا أستاذ جيبر أنا نزلت أه نزلت 11 كلم بس لا مش عايز عندي كلمة الجبن إحنا بقينا كلنا جبناء لا أنا أتكلم عن نفسي أوه حضرتك تتكلم عن نفسك أنا أتكلم عن نفسي أنا لو لو أنا شغال هل الجبن ده كان أيام مبارك أيضا؟ آه جيزي كبير جدا طبعا بس أنا ما جربتوش لأن أنا بدأت في 2009 هل تم إيقاف عدد من الإعلامين أيام مبارك بهذا الشكل؟ وغلق قنوات؟ ما أعتقدش لا ما أعتقدش كثيرا لو بتقارن ما بين النظامين أيهما أفضل من حيث حولية الصحافة والإعلامة؟ أنا ما اشتغلتش في نظام الرئيس المبارك باحتكاك مباشر يعني لكن كانت كقريبا الحالة الاستثنائية كانت هي لأستاذ إبراهيم عيسى أعتقد يعني اللي هي إيقاف ودخول السجن آه إيقاف ودخوله والعرف عنه بعد كده وهو الأخر ولكن إحنا دلوقتي أنا ما فيش حد دخل سجن وطلع من سجن وعمل بسبب أنه مثلا قدم برنامج أو عمل برنامج دبوا الصحافين اللي تظاهروا على تيران وصنافير وتم إيقافهم وعدد الصحافين المحبوس حاليا هل ده حضرتك؟ إيقاف الإعلامين حتى لو ما دخلوش للسجون ولكن كم الإعلامين الموقوف أسماء كبيرة أستاذ خيري رمضان لميس الحديدي وغيرهم وغير القناة حددك بتقول أنه سبيسي هتقفل آي بس دي مش بسبب تيران وصنافير آي نعم أنا عارفة أنا بقول مجموعة الزواهر اللي موجودة حالان آآ وبتشوف أنه حالان أفضل؟ آآ مش مسألة أفضل بس أنا شايف برضو أنه زي ما قولك ده كل وقت لي ناسه طب حددك زعلان ليه ببقى أنه كل وقت لي ناسه؟ على رأي يا بوي لا أنا مش زعلان مين اللي أنا زعلان للحكس أنا زعلان كتابت تبحث عن فرصة عمل آآ 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 ولازم أبحث عن فرصة عمل لأنه أنا أب آآ أنا عندي بيت وأولاد وعند مسؤوليات وأنا من الناس اللي آآ خايب في التحويش ما باعرش حويش ما باعرش حويش خايب الرجل جيبه مخروم طب أعمل ليه؟ آآ فمعليش على ما جيت أفوق آآ وقفت بس ومش عيب أن أنا أبقى مكشف مع نفسي بنزع لنا قوي أن أنا بتقول أن أنت يعني أنت إيه ده؟ أنت إزاي تطلع كده وتقول وأنت قليل آآ يا فندم وأنا وأنا بقول أن أنا بأتكلم عن فرصة عمل في شغلي مش فرصة عمل عامة آآ أنا ما فيه شركات مأولات عرضت علي وفيه شركات أدوية عرضت علي وفيه بقى أرعى أشيل الأصعب بقى وأشتغل يعني أنا مش فاهم أنا ففيه شركات لا الشغل موجود لكن مش شغلتي صحفي حديدك شغلتك صحفي آآ لأ أنا صحفي زي مانا وشرف لي أن أنا في الأهرام ما زلت بس يا الفكرة كلها أن أنا جنب الأهرام أنا كنت بصرف وبأنفق وبمشي حالي من القناة زائد كمان بقى اقتني وبقولها بقى لأي حد يسمع اقتني وما تطلعنيش على شاشة في ظل الأوضاع اللي أنا فيها هل تتخيل أنك هتطلع على شاشة تانية أساس جابش؟ أنا ما عرفش أنا كل اللي أنا طالبه برنامج يحل المشاكل الناس ما ليش علاقة بالسياسة بس إيه رأيك في تقديم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبرنامج في قناة في إحدى القنوات العربية وهو رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أنا خص نعم هل ده ما يتعرضش مع عمله في متابعة القنوات الأجنبية؟ وهو بيعمل في قناة أجنبية مفروض يعني أنا مش يعني أعتقد أن المسالة هو بتكلم على حاجة حركات إسلامية والراديكالية حتى لو ما يفهم بالس ديارة شوان دماغي يعني أنا شايف أن هو يقدم عشرين برنامج بشيئة برنامج واحد يعني لا الجامع بينه يزيف قائس الهيئة العامة للاستعلامات بالزبط أو بيتابع المفروض القنوات الأجنبية والعربية ما يكتب فيها أنا فاهم المبدأ نفس يعني ما فكرتش فيها قوي بس ممكن أو ممكن لا من يدير المشهد الإعلامي حاليا؟ دلوقتي؟ والله ما يعرف إيه؟ مش عارف والله يعني ما عنديش بالزبط معلومة من يدير بس شعلقت كل حاجة على الرئاسة غلط يعني اللي يقول لك رئيسك بوري ولا تدخل يعني رئيسك بوري ولا تدخل يعني رئيسك بوري ولا تدخل لك عشان برنامج وعشان بداع لا ما أعتقدش لكن فيه أدوات فيه هيئات فيه مؤسسات إذن من يدير الإعلام؟ شخص واحد إدارة واحدة مؤسسة واحدة شكرا لك عشانك شكرا لك عشانك شكرا لك شكرا